بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين احنا في الدرس السابق اتمينا عمل مسودة لبرنامج ادارة مبيعات طبعا يعني برمجنا تقريبا جميع الصفحات وحكينا او كنا نحكي دايما انه الفكرة من هذا التمرين او من هذا النشاط اللي هي احنا نفهم كيف نستفيد من الادوات اللي احنا بنعرفها في مشروع متكامل وكيف انه احنا نستطيع نربط بين الصفحات طبعا انت لو اشتغلت هذا المشروع في قاعدة بيانات سحابية الموضوع بيكون اسهل بكثير من قاعدة بيانات لوكل بحكم انه كثير من الادوات بتكون متاحة وبيكون في الوقت الحالي طبعا التعامل معها ابسط ممكن مستقبلا قاعدة بيانات لوكل في تحديثات الكوديلر يختلف الوضع معها ولكن يعني لو كانت قاعدة البيانات سحابية بيكون الوضع اسهل طبعا انا اتعمدت ان اختار قاعدة بيانات محلية عشان نتعامل مع الاشي الاصعب ونعرف كيف بدنا نتتاز هذه المشاكل فكرة قاعدة البيانات السحابية انا شرحها اصلا سابقا واذا بدك تسوي انت الشغل اللي اليك ما في مشكلة تسويها في قاعدة بيانات سحابية الان بقي عدة امور انا هاد الامور راح اتركها اليك انك انت تسويها بحكم اني انا شرحت لك الفكرة العام وطبقت لك اياها يعني مثلا السكرين ون انت اعمل فيها ايش ما بدك والله بدك تعمل سبلاش سكرين ممكن مثلا في هاد الصفحة تعمل تسجيل دخول يوزرنيم وباسويرد ممكن في هاد الصفحة تعمل مثلا تسجيل باستخدام سنسور البصمة مثلا ها عند السنسور البصمة وحكينا او شرحنا هاد الحكي في درس متخصص او مثلا من خلال البترن عارفين ايش هو البترن انه النمط الخاص في الاندرويد اه تسويه طبعا اه يعني برضو من الاسباب اني انا اخترت قاعدة بيانات محلية انه هذا التطبيق انا بدي انزله على الجوجل بلاي ورح يستفيد منه كتير ناس وهذول الناس ايش بعرفه ايش ما بعرفه اه هذا البرنامج اه رح يكون خاص بالشخص اللي بدي نزله فبالتالي ما بيلزم انه تكون قاعدة بيانات اه سحابية قاعدة البيانات السحابية انا باستخدمها لما يكون في عندي جروب من الموظفين هذول الجروب من الموظفين تابعين الى انا او تابعين لشخص واحد فبالتالي بسوي لهذا الجروب قاعدة بيانات خاصة في برنامجهم يعني انا بسوي هذا البرنامج مشان هذول الناس مش انا بدي اسوي تطبيق نزله على الجوجل بلاي وهذا التطبيق يستعملوا ناس انا ببعرفش من همي علشان هيك هذا التطبيق اصريت انه يكون قاعدة بيانات محلية مش سحابية الان اذا انت بدي تسوي تطبيق مثل هذا لناس محددين ولمجموعة من الناس والله خمس محاسبين او خمس مندوبي مبيعات كلها بيشتل في مدينة معينة وكلهم بدهم يضيفوا بيانات في نفس قاعدة البيانات الموجودة في مقر الشركة ده الافضل مش الافضل الخيار الوحيد المتاح وقتها بيكون قاعدة بيانات سحابية مش قاعدة بيانات محلية طيب اخر صفحة احنا سويناها اللي هي فاتورة المبيعات طبعا بقي يعني عدة امور اللي اذا انا ما سويتها في ايدي انا كنت شارحها او كنت حاكي انه اعمل هيك مثل الطريقة الفلانية في صفحة ما سوناها اللي هي فاتورة المبيعات طبعا فاتورة المبيعات هي فعليا نفس فاتورة الشراء كفكر عامي اللهم مع اختلاف مثلا انا هنا لما اجلب في هذا المكان اسم المنتج في فاتورة المبيعات سعر البيع لا هنا انا بدي اجلب سعر الشراء مش سعر البيع مثلا هنا العمليات الحسابية بدها تختلف شوي في ان هنا مثلا ضفنا ريديو بوكس والراديو بوكس في هاي سلسلة الدروس اكيد احنا شرحنا طريقة التعاون مع راديو بوكس عن طريق الاف فبالتالي الموضوع واضح اليك مية في المية باقي الامور التجميلية والبرمجية المهمة شرحناها والصور والالوان هذي مهمتك انت طيب اللي نفترض انه هذا التطبيق انت جهسته بدك ترفع على الجوجل بلاي طبعا انا رح اشرح فكرة رفع تطبيق على الجوجل بلاي ان شاء الله يعني فيه سبب معين انا مأخرني بنتظر في اشي معين خلال ايام ان شاء الله اذا صار هذا الاشي رح اللي هي فكرة اذا صار هذا الاشي رح اشرح فكرة انه كيف نرفع تطبيق على الجوجل بلاي لنقترض انك انت رفعت التطبيق على الجوجل بلاي وبدك تعمل لأبديت فبالتالي هنا رح نرجع لمنضوع الدرس انه انا خطوات كيف بدي اعمل الابديت للتطبيق الخطوات اللي لازم اعملها من جوه التطبيق لانه في خطوات تانية على الجوجل بلاي لما رح لجوجل بلاي منشرح هذا الخطوة اه رح يلزمنا في اه هذا الخطوات اداء اسمها او ايضابل بي اللي هي اختصار لابليكيشن ابديت فا اه اول اشي منيجي على السكرين الرئيسيه بعدين منيجي هون بنبحث على و اي ان طبعا مش موجودة هذه الاداة يعني لو ضلنا نبحث عنها ما رح نلقها ابدا طيب هذه الاداة انا كيف بدي احصل عليها علشان استفيد منها طبعا هذه الاداة فكرتها تنظيم عملية الابديت فقط لا غير تنظيم عملية الابديت للتطبيق وماهيت وكيفية الابديت للتطبيق يعني هي مش اشي اساسي في الابديت لا الاشي الاساسي في الابديت بيكون في داخل جوجل بلاي بس انا نسألت كثير عن هذه الاداة مشان تتوضح هذه الاداة خصصت لهذا الدرس طيب كيف انا بدي اظهر هذه الاداة بدي ااجي على الاكاونت ومن عند الاكاونت باجي على البرفرنسيز بعدين عند جينيرال من عند جينيرال هون الخيار الثاني اللي هو شو اكسبرمنتل كومبوننتز بعملها ترو بتكون معمولي فولس بعملها ترو بعدين باجي كمان مرة ان ضرب البي لحظة معاي انه ظهرت الاداة لوحدها فبسحب الاداة قبل ما اني افكر في عملية رفع النسخة المحدثة على الجوجل بلاي وقبل ما اني اضيف هذه الاداة لازم اتأكد من عدة امور هذه الامور كسم منها انا اصلا في النسخة الاولى بكون متأكد منها وكسم لازم اسويه في نسخة تحديد من الامور خليني يجي عند الجينيرال هون بدي يكون عندنا الابليكيشن نيم موجود وباكل يعني هذي امور تجميلية بس في امور الزامية من عند البابليشنج هون عند البابليشنج اه لازم اتأكد من الجوجل بلاي اه ايش المينمام اس دي كي ليفل اه طبعا حاليا في وقت تصوير الفيديو المينمام اس دي كي ليفل لازم يكون عندنا اه التطبيق داعم للاندرويد 11 والاي بي اي لازم يكون 30 مش 29 اه النسخة الموجودة حاليا الكوديولر اه فقط اي بي اي 29 الاصل انه اه اتحدثت من فترين الاصل انه في الشهر اللي احنا موجودين في اه او الشهر السابق شهر تسعة انها تحدثت وجاهز تحديث طبعا انت ممكن بتحضر الفيديو وصيرنا مثلا عند اندرويد 12 او 13 بس يعني انا بشرح لك الفكرة العامة لازم تشوف ايش متطلبات الجوجل بلاي رفع اي تطبيق تمام فالمتطلب حاليا وقت تصوير الفيديو هو لازم اندرويد 11 والاي باي 30 طبعا هاد المشكلة في الها حل اللي هو حلها تحفظ هذا التطبيق بصيغة الاي اي اي وتروح على بيئة ثانية اه ضايفة هذه الاضافة مثلا مثلا نيوترون ن اي او تي ار او ان دوتكم بتفوت على نيوترون بتعمل اه 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 جلب او بتعمل امبورت لا ال اي 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 اللي انت حفظته وبس بتغير هذا الخيار وبتحفظه اي بكيه وصلى الله وبارك هذه الفكرة تمام اه برضو من الامور المهمة اللي هي موضوع الباكج نيم طبعا الباكج نيم لازم يكون عنوان فريد ما حدا استخدمه طبعا منوان تلك عنوان فريد في العادة هم بيضيفه كوم دوت مثلا اه مثلا عنوان بريدك مثلا علي اه خمس وخمسين مثلا او ثلاث خمسات بعدين دوت مثلا بيضيفه اسم التطبيق اللي خاص فيك مثلا كاونتنج فبالتالي ما فيش حدا عنده تطبيق اسمه كاونتنج اه تابع لا اه مثلا شركة او ايميل اسمه علي خمسة 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 فبالتالي انت حصلت على عنوان فريد ممكن مثلا دوت اي بي سي يعني ممكن تطوله علشان اه تسوي جملة ما حدا استعملها هذه الفكرة من عنوان فريد الان احنا بدنا نعمل update فبالتالي الvirgin ما رح يكون وان والvirgin name ما رح يكون وان علشان هيك ممكن مثلا الvirgin code يكون وان بس هادا تكون متغير يعني مثلا انو والله الاصدار الاول بس انا عدلت فيه شغل صغيري فبالتالي انا بدي اسميه مثلا هيك اه one o one مثلا او مثلا هنا تقول two وهنا مثلا اجي اقول two o zero هيك اه one مثلا فبالتالي هدول الرقمين انا لازم اغيرهن في انه هون اش اسمه الابي اي كي هذا موضوع مهم في البرمجة رح نحكي عنه بعدين يعني ما بهمنا في هذا الدرس بس لفقة نظر انها موجودة هون مهم جدا موضوع الابي اي موجود عندي هون احداث انشالايز يعني لما يبدأ عملية تحميل اه حكي لهون when use this event to check if updates from google play store are available for your application مثلا هون اذا المستخدم عمل cancel هون اذا الابديت بدأ يعمل download download يعني ينزل من الانترنت على الجهاز مش يعمل install هون اه اثناء او هون انتهى من download هون اثناء عملية download هون مثلا بالعادي لازم استخدم الدوال الاحداث اللي امتل هيك اذا حصل خطأ معين شو يصير بلاش عليك البرنامج تمام؟ وهذا installing انستخدم عارفين ايش معناهن في ان هون ثلاث دوال رئيسية راح نتعرف عليهم اثناء العمل اه لو جينا هون عند when screen.inshalize هاي screen.inshalize اول ما تفتح الشاشة بيجب اقول له اول ما يفتح البرنامج كل مرة بيفتح فيها البرنامج افحص لي انه فيه هناك تحديد طب كيف انا بدي افحص اذا كان هناك تحديد فبالتالي انا لازم ااجي هون عند ال if statement وبيدي افحص اذا كان هناك تحديد متاح فبالتالي هنا is update available طيب اذا كان هناك تحديد متاح ايش بدي اعمل الان باجي بحكيلو اعمل لفحص ادخل على الجوجل بلاي من الرابط اللي نزل منه هذا التطبيق في كل مرة بيفتح فيه التطبيق وعمل لفحص هل هناك update متاح طبعا على فكرة معلومات update معظمها بتتم في الجوجل بلاي اكثر منها في التطبيق ولكن كمان مرة هذه الاداة بتنظم بس كيفية نزول التحديد على الجهاز لا اكثر ولا اكل وراح ان شاء الله نشرح موضوع الجوجل بلاي طيب افحص لي انه فيه هناك تحديد متاح طب اذا فيه كان تحديد متاح فيه انه هون دلتين هاده الدللي هاده الدللي عفوا وهاده الدللي طيب ايش الفرق بين هذول الدلتين في هاده الدللي بحكيلي ابدأ تحديد مرين شو يعني تحديد مرين يعني خلي المستخدم شغال على التطبيق وانت اعمل داونلود للتحديد مش انستول داونلود للتحديد في الخلفية بدون ما تعمله يعني هون شو حاكيلي the update will be done in the background your users can still use your application in this time طول ما انه بعمل داونلود للتحديد المستخدم بيضلو شغال على التطبيق عادي بعد ما انه يخلص داونلود اكيد رح يعمل restart عشان يعمل install هذه هي فكرة الفليكسابيل update تمام طيب هاده ايش فكرتها فكرتها لا فكرتها سكر التطبيق واعمل update وخد راحتك وبعد ما تخلص الزلمبرود بفتح التطبيق هذه هي الفكرة طبعا ممكن انت هنا تضيف الشروط اللي بدك اياها ممكن مثلا تضيف مثلا تخيير معين زي مثلا فكرة النوتفاير مثلا نوتفاير نوتفاير معين على الشاشة انه هناك تحديث متاح هل تريد بعدين اذا كان نعم بتضيف له هذه الدلة تمام او هذه الدلة طيب هذه الدلة مربوط معها اه حدث معين يعني اعمل لي update فبالتالي رح يكون عندي اه اعمل لي download للupdate انه بعد ما يخلص عملية download مش كاعد بعمل download للupdate فبالتالي فبالتالي when update downloaded بعد ما يخلص عملية download للupdate شو نعمل نعمل له install صح فبالتالي باجبه كله اه install flexible update now تمام اه طيب في عنا مثلا حدث هنا ممكن نستعمليني الوضع الطبيعي او الوضع الارتب انه اه اه نستخدم هذي الطريقة ممكن انك تيجي انت مثلا تحكي له when update initialized بعدين تعال اعمل لي عملية الفحص ولما تعمل لي عملية الفحص مثلا اه سكر التطبيق ونفذ هذي العملية وبعدين اه طبعا هذي العملية بتشتمل على هذي الدلة اللي هو خلص اعمل download وعمل install يعني هون شو حكي لي start process for emulate an application update in this time your application user cannot use your application يعني المستخدم ما بيقدر انه يستخدم هذي الابليكيشن اه بعد ما يعمل download بعد ما يخلص الdownload بشكل اوتوماتيكلي بيعمل restart وبيكمل كل هذي العملية فبالتالي احنا اه بغنى عن وجود هذي الدلة تمام طبعا اه مجرد ما انك تسوي التطبيق لازم تضيف هذول بس اللهم كل ما بدك تعمل تحديد بدك تضيف باقي الامور طبعا انت ممكن تضيف بعض الامور التجميلية يعني مثلا اه هون بنحكي update downloaded اه بعد ما يخلص اه تنزيل التطبيق اه ممكن مثلا اه او مثلا update installed بعد ما يخلص تنزيل التطبيق ممكن تجيب له رسالة على الشاشة تم تحميل التطبيق او التحديد او ممكن مثلا نستخدم هذي الاكستنشن ايش موجودة طيب نعملها import ممكن نستخدم هذي الاكستنشن الخاصة بالتلميحات وانا استخدمتها قبل اول جيتكم كيف نستخدمها وبعدين نيجي بنحكي له notification معين ظهر اللي notification انه مثلا اه التطبيق جهز الاستخدام او تم التحديد والتطبيق جهز الاستخدام ما تنسوا فكرة انه دايما لما يكون عندي اي اشي فيل اه لازم تستخدمها لانه افرض انه صار مشكلة في عملية التحميل فبالتالي مثلا اذا صار مشكلة في عملية التحميل بتيجي هم بتعمله notification او بتعمله ملاحظة او بتجيب له اي اشي انه هناك مشكلة في التحديد وبرضو اذا ابدات كانسلت هدولا المستعملين بنضيف هنا اي اشي المهم انه ما يعلق الجهاز هذه فكرة اداة ال in application update ان شاء الله في الدروس القادمة ايش ضال افكار بنضيفها على كلهن يعني ال application اللي اله رح اضفلكم اياه انتو تستفيدوا منه اه برضو يعني بالنسبة الي انا يعني بقدر اقول انه اه تقريبا اكتر من 98 او 99 داشن كل مية في المية 99 في المية من الدورة انتهت اه في الدروس القادمة بس يعني اجابات اسئلة والله توضيح امور اذا فيه والله مشروع مستاهل رح نسويه يعني فيه امور انا وعدكم فيها مسجلها في ملاحظات رح نعملها بأسر عوكة ممكن علشان ننتقل لدورة اخرى اه لوقته يعني بنفكر ان شاء الله ايش رح تكون يعني انا عندي افكار لعدة دورات بميل لفكرة c plus plus وبعدين نطلع في لغات البرمجة لعندما نوصل لهذه المرحلة بنقول اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وربنا يطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر